من طرائق دخول الشيطان على إنسان التئيس والتضييق عليه فيما يكون من خير فاته أو من شر تورط فيه ويجعله حبيث ما مضى من زمان ليضيع عليه الحاضر والمستقبل فينبغي الإنسان أن يفطل لهذا وأن يتوب إلى الله عز وجل من القصور والتقصير وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه وما أخطأه لم يكن يصيبه وأنه ينبغي له أن يجد يجتهد في إصلاح ساعته الحاضرة وعمارة قلبه بالنية الصالحة لما يستقبل من الزمن وبذلك تستقيم أحواله وتكون أموره بعيدة عن كيد الشيطان وتسلطه